عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة تعز أولى جلساتها عقب صدور قرار إنشاء محكمة ونيابة جزائيتين ابتدائيتين متخصصتين في محافظة تعز تختص بالنظر في القضايا في إطار محافظتي تعز والحديدة وذلك بموجب قرار مجلس القضاء لعلى رقم 29 لسنة 2023 وترأس جلسات المحكمة القاضي الدكتور توفيق عبدالقادر الوجدي رئيس المحكمة بحضور وكيل النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة القاضي عبدالفتاح علي القميري ومجاهد الجلال أمين سر الجلسة وسهلت أو استهلت المحكمة جلستها الأولى في محاكمة 17 متهما في قضايا جسيمة منها الاختطاف والقتل وإحداث تفجير وأكد القاضي الوجدي أن بدء المحكمة عقد جلساتها يأتي كثمرات للجهود التي بذلها رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي وبقية أعضاء مجلس القضاء الأعلى بهدف تذليل كافة المعوقات في سبيل سرعة محاكمة المتهمين على ذمة قضايا الجزائية المتخصصة متمنا جهود السلطة المحلية مثلة بمحافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية وقيادة الأجهزة العسكرية والأمنية لتعاونهم الدائم في تذليل أي عقبات تعترض سير عمل الأجهزة العدلية في محافظة تعز اشتركوا في القناة